اشتركوا في القناة ممكن أن يكون رد فعلي غضب وانفعال وقلة أدب وأصب الجمهور الجزائري وأصب الحكومة الجزائرية والرئيس الجزائري لا لم يعلمني محمد السادس ذلك المترجمات المترجمات مرحبا بكم في البتل المباشر جديد في مدينة المحمدية معنا شاب مغربي معروف في مدينة المحمدية وغير على وطني لأمس كان مجتاح الشان المحلي من الجزائر وكانت مجموعة الجماعيات الجزائرية بعض من الجماعيات الشعب الجزائرية يخرج شعارات التي تضرب في السيادة المغربية يمكن أن يرى شخص ثاني المعروف هو الرئيس للجنب والفرقية وكان يتكلم عن المغرب يعني مثل الشهد المغربي ما هي هذه التصالح؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن ولا شكراً لاستضافة دي لكم في المنابر الغيورة اللي نزيها وعندها مصداقية واللي كتفتخر بها مدينة المحمدية أنا لا أتكلم بصفتي من داخل الدول الملكي ولا أتكلم بصفتي من داخل البرلمان ولا أتكلم بصفتي من داخل الوزارة أو رئاسة الحكومة لأن هذه الأمور كلها أو هذه الأطراف كلهم عندهم ميدان الملك لا يشغل باله الجزائر البرلمان لا يتكلم عن الجزائر القنوات رسمية في المغرب لا يتكلم عن الجزائر المسؤولين لا يتكلمون عن الجزائر الشعب المغربي قاطبة لا يتكلم عن الجزائر ضونهور والملاعب المغربية المشهورة والجمهور الرجاء والوداد اللي منصنف عالمياً في أحسن الجماهات لا يلقي خطابات ضد الشعب أو الحكومة الجزائرية وهذا إن ذل فإنه يدل على أن القافلة تسير ونحن نسير تقدم وأريد أن أعطي دليل على أنني مواطن مغربي انظروا إلى حلاوة الكلام كيف أرد على ما نادت به الجماهير التي لا تحسب على الشعب الجزائري ما هي إلا ذباب إلكتروني أو بلطجية مدفوعة لكي تصدر المشاكل الموجودة في الجزائر الجزائر عندهم طابوات الحليب والسكر والزيت الجزائر تتخبط في ديون الجزائر تتخبط في مشاكل وأخير طريقة وأمنة الطريقة لتصدر هذه المشاكل هي إلى الشعب الجزائري بالشعب المغربي الشقيق التلفزاء الرسمية في الجزائر المحاورين الصحفيين البرلمان حتى رئيس الحكومة عبد المجيد تبون في كامل الخروجات دياله يتكلم على الشعب المغربي كأنها مؤامرة دالوا ليناق فعلوا ليناق تركوا ليناق وسنرد ونحن قوة أسيد إحنا لا نراكم نيدا لا في الجغرافية لا في الاقتصاد لا نراكم نيدا نحن في المونديال قطر في نصف نهائي قمنا بمقايدة أغراضنا الوطنية مع فرنسا فرنسا أرادت أن تفوز على فريق متكاني فما كان منها إلا أن تتقايد معه فعلا كانت مقايدة سياسية ديبلوماسية ودليلها أن في الغد مباشرة جات وزيرة الخارجية الفرنسية وفتحات مشكلة للقنصوليات المغربية التي كانت مشكلة مسؤولين وديبلوماسيين وطلباء وطلباء يريدون أن يرحلوا إلى الخارج وفنانين وممتنين ومغاربة وعطباء يريدون أن يذهبوا إلى فرنسا وهناك شروط تعجيزية ومشاكل في القنصولية بسبب أن المغربين فتح على بريطانيون فتح على أمريكا وفتح على إسرائيل وفتح على دول أوروبا ولم تصبح فرنسية المتعاقد الوحيد في الاقتصاد المغرب وهذا أضرب الاقتصاد الفرنسي الذي كان يدر على خزائن أموال كثيرة في طرامويات وفي مجموعة أقطار تجيبي إلى آخرين أريد أن أعود بكم إلى التاريخ لكي ندرس شخصية الجزائري أو شخصية الكابران أو شخصية الجنرال ونفرق بين الشعب الجزائري الشقيق والجنراليات الجزائرية في سنة 1975 أي تقريبا بعد شهر من المسيرة الخضراء التي أثبتت حين كت الحسن الثاني رحمه الله بأن يصرد حصة الأسد من صحراء المغربية بطريقة سلمية استجاب الشعب استجاب الشعب لدعوة الملك الحسن الثاني للدهب إلى صحراء المغربية والحمد لله استرجعنا 70% أو 80% من أراضينا في التراب المستعمر من طرف الإسباني خلقت فتنة هناك أن الصحراويين المغاربة أعطوا المال وأعطوا الدعم للسلاح لكي ينفصلوا على المغرب فخرجت إسبانية وتركت لنا السم زعاف لا زال ينخروا في عظامنا إلى يومنا هذا لأن المستعمر لا يخرج إلا بعد أن يترك لك أزمة داخلية وكل الدول في الشرق الأوسط أو في المغرب العربي هناك مثل هذه المشكلة لكي لا تتوحد الدول العربية قامة الهواري بومدين كرد على هذا التصرف بخروج إسبانيا من الصحراء المغربية بطرد قرابة 70 ألف مغربي مغربي متزوج بجزائرية أو جزائرية متزوج مغربي في يوم عيد الأضحر حتى أن كما نقول استفقت دل قوات المساعدة خرجت الناس والحن بقي الله تقطع فهذا يدل على أن حقد الجنيرالات الجزائرية له علاقة تاريخية ليس وليد اليوم ليس وليد اليوم ونحن نستدل في القرآن بآية قرآنية جميلة يعني أتمنى أن يتدبرها المغاربة كذلك والأشقاء الأحرار بصورة الحجرات يقول المولى عز وجل إنما المؤمنون إخوة أي إنما حصر ولا يمكن أن تكون علاقة بين المغاربة والعرب إلا في إطار الإيمان يعني أنا كمغربي وأنت كجزائري إنما المؤمنون إخوة نحن لا نزال نتصل بأخوتنا مع الشعب الجزائري الغيور العربي وردودنا فقط ردود لأفعال كأن نقول لاكسيون ولا غياكسيون منهم لاكسيون مننا لا غياكسيون كل ما هوتفى داخل استاد في افتتاحية الشعن الجزائري ما هو إلا ردة فعل لطريقة وزارة الشبيبة الملكية المغربية بأننا نرفض رفض قاطع وتام على أن نرحب في تظاهر إريادية من بلد أجنبي الجزائري اشترقت على أن المغرب يدخل من التراب التونسي إلى التراب الجزائري نحن لسنا لصوص لكي ندخل من النوافي ولسنا ضعيفية شخصية ولا يمكن أن يلوي عنقنا ولا أيدينا ولا قلوبنا ولا جتتنا ولا أراضينا أي كان مكان هذه تداورة إفريقية نحن أصحاب حاملين لقب سنتنقل من التراب الوطني المغربي إلى التراب الجزائري شاءو أم أبو قمنا بمعسكر قمنا بمباريات استعدادية الطريق كان في المطار يستعد أرسلنا طلب الكاف أرسلنا طلب الفيفا جاءت الفيفا وجاء الكاف يوم قرعة المنديل الذي سيقام في المغرب واليوم خبر جميل مؤتمر الكونغرس وضع عصابة البوليزاريو في لائحة الإرهاب وأن كل من يحمل البوليزاريو فهو يحمل إرهاب يعني انتظروا سيكون ردود أفعالنا ستكون ردود أفعالنا ديبلوماسية نحن لا نرد الكيلة بمكيالين صبونا شتمونا نحن نتقدم باقتصار سياسة ديبلوماسية ردود أفعالنا ستكون في كامل أخلاق وكامل القيم الأخلاقية وأنا مواطن مغربي الآن لا أساعد من الأمر ممكن أن يكون رد فعلي غضب وانفعال وقلة أدب وأسب الجمهور الجزائري وأسب الحكومة الجزائرية والرئيس الجزائري لا لم يعلمني محمد السادس ذلك لو كان مني تصرف غير أخلاقي سأضر بالخطاب الملكي الذي يدعو إلى فتح الحدود ونسيان الماضي ووضع اليد في اليد وتبادل تجاري بيننا وتبادل نحن لم نقطع الحدود لحد الآن أي جمهور يأتي حتى الجمهور المنتخب الجزائري الذي لعب مباراة في المراكش استقبل إلى استقبالا جميلا ووضع له في لائحة طعام طعام جزائري يلاقوا به وحتى بالماضي المدير بالجزائر لما قال وأثناء على الاستقبال المغربي لم يقبله الجنائرات الجزائرية ومن مديرين الصحف ومن مديرين القنوات الجزائرية من ينقل خبر جميل على المغربي يقال مباشرة وهذا ليس لدينا في نحن كشعب مغربي كأننا لسنا في شمال أفريقيا لم نستقبل عداوتهم باستقبالهم كما يستقبلونهم بسبب والشكل والقدف وسببنا بأرض المسببات أما فيما يخص الشق الثاني من الموضوع وهو استعمال الجزائر للنجل مانديلا وتسمية الملعب باسم مانديلا وهو عنده علاقة تاريخية كذلك فالمغرب مع جنوب إفريقيا هناك مشاكل وتوتر وكثير من الباخيرات والأساطير التجارية بحبوسة في جنوب إفريقيا وجنوب إفريقيا تموّل إرهاب البوليزاريون وتعترف البوليزاريون وتريد أن تمزق المغرب إربا إربا فتسمية ملعب الجزائري بمانديلا مقابل مادي وهذا يدل أن الجنرالات الجزائرية يدن مع كل من يسيء إلى المغرب سواء كان جنوب إفريقيا أو كان إرهابيين من داعش يدخلون من مالي ويأخذون تداريب في الجزائر ويرجعون لفعل أفعال إرهابية صريحه هو صريح مرتزقي يزيد ويتأكد بأن للمغرب أعداء وعلى المغرب أن يعيى بخطورة الأمر وأن لا يرد إساءتهم بالإسلح لأنهم يريدون أن يجرواك إلى تراب وإلى ملعب السب والشدف والقدف وإراقة الدماء أنت تنتصر في جميع المحافل وهم يريدون أن يوقعوا بك في مستنقع الدماء والمغرب الحمد لله في الحموشي والناس المسؤولين في التراب الوطني والأقمار الصناعية وتعاقدات مع إسرائيل وأمريكا وأوروبا أنها لهم ذلك سنفوز بصحرائنا ونضم الصحراء إلى التراب الوطني بالدبلوماسية ولن نرسل الصرصاصة واحدة حتى نستوفي منهم جميع شروط الصبر وجميع الموافقة العالمية للأمم المتحدة على أننا مظلمون وسننتصر بإذن الله الموقف دينا كان بشرق الشباب المغربي بأن التراب دي الصحراء المغربية يعج بالخيرات بالنفط بالغاز السؤال الذي يطرحه كل فيلسوف ما السبب الذي يدفع العالم كله عربا كجوار الجزائر وأجانب كأمريكا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وإسطانيا على التنافس على تلك القطعة الأرضية التي ليست فيها إلا الرمال الجواب على ذلك ما تحت الرمال هو الذي يهمهم لأنه بالمسح الإلكتروني والأقمار الصناعية تم توصل إلى أن السحراء المغربية فيها خيرات قد تنسي الأوروبيين في الشرق الأوسط كل ما في اليمن والعراق والسعودية والدول البترولية موجود تحت السحراء المغربية هم لا يتنافسون على حبة رمل لا يريدونها هم يريدون ما تحت حبة رمل الذي هو عصب الحياة والدهب الأسود الجزائر مدفوعة من فرنسا ومن إيران ومن روسيا تحت الخط لأن البوليزاريو الذي يريد أن ينفصل على المغرب وتكون له سيدة تامة على الصحراء المغربية ليست لديه أدمغة ولا مهندسين ولا قوة لكي يستطمر ما تحت الرمال إذن سيعطي حصة الأسد لأسياده وأربابه الذين يدفعونه لكي يمزق المغرب تمزقه ففرنسا تريد حصتها وأمريكا تريد حصتها والآن المغرب لماذا لديه مشكلة مع فرنسا؟ لأنه لا يدرج فرنسا في الحصة التي ستكون في السحراء المغربية وهذا ما أتار حافظة فرنسا لأن المغرب لو وضع يده مع فرنسا واتفق معها في اتفاق وعقد ما عقد على أن الصحراء إذا حررت وكان لفرنسا يدا في تحريرها فلا يكون فيما ستخرجونه من الصحراء 30% أو 40% لقالوا لبيك وسعديك ولكن المغرب لا يريد إعادة المشاكل التي كانت أياما في استعمار الفرنسي والإسباني وجد ضالته في الدولة الأمريكية ووجد ضالته في إسرائيل لأن المغرب له علاقة تاريخية مع إسرائيل لأن هنا توجد أضريحاتهم لهم عندنا ميرات تاريخي وميرات ترابي يعني وجدنا أننا لو تعاقدنا مع إسرائيل وأمريكا سنسترجع الأقاليم السحراوية ولما لا سبتهم لليا ولما لا جيلنا القادم قد يفك عقدته مع أمريكا وإسرائيل ويكون لأبنائنا ولملوكنا إن شاء الله القادمون السلطة والكلمة الأولى والآخرة وحصة الأسد إذن ففرنسا تقلق على ما تحت تراب السحراوي فرنسا ليس لها منجم للدهب وتحتفظ وتأخذ وعند أكثر احتياط دير الدهب في أوروبا من أين لها هذا الدهب؟ من مالي ومن الدول الاستعمارية التي استعمرتها إذن فالموضوع بينوا نحن الحمد لله طلبة ومجازين وحتى أبسط الشعب أبسط الفرد المغريبي يعرف أن السحرا هي مستقبل المغرب الرسالة التي كانت وجهة للشعب الجزائري الشقيق نحن الحمد لله بسبب الجزائر صادفنا مليعب القادر الجزائري لما كان يتعارك مع الفرنسا وبسبب مليعب القادر الجزائري وقعنا في نظام حماية الفرنسا لا تنسوا نحن أخذكم وحبابكم ونفس اللهجة ونفس العرق ونفس المكان ونفس الدين والمشاكل التي يجب أن تحلوها وما تخليوش الجنرالات ينسيوكم في الخبز وفي الزيت وفي الدقيق وفي الفرص الشغل مخير فيكم كي حرق من الساحل ليبيا نحن وانتوا معنا نفس المشاكل غير ما تخليوش المشاكل لكم تنساوها وتوليو وتعيرونا وتصبونا حتى معدكم تربح الشعب الجزائري ليس له ربح في أن يصب للمالك للشعب أنا أريد أن أقول شي جزائري السلام عليكم وعليكم السلام كيف يأتي كل مرة؟ أولاد الحرام لا يلقى عليهم فعلين تاركين مالك وهم شعب إيارز عندك الحظ كيف حسيتك؟ ما هي السافتي؟ ما هي المادة؟ ما هي الطاقة الإيجابية؟ أهوانو أخويا أنا كان عائلة المغريبة ولكن ما هو وجد؟ تزادك في الكمترانك؟ تختيشي عطار؟ هل كانت مريض وفي الدياليز وفي الكنسار؟ هناك سطحة مستشفائية وطرقان في تلك الموت لم لا ندوؤ وما فعلنا ندوه أهوانو أخوة شعب إيارز شعب المغريب زيب جزائري يقول أن انا بحالة واردة المعيور كأنني مغسول من دماغ ديالي أصبحaran مغريبة حمارة بل المغرب بل المغرب أنا أقول أن هناك مشكلة في جزائري معايير البحوان اشتركوا في القناة